اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الفخرة والاعتزاز بالرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتعزيز الابتكار الاجتماعي في مملكة البحرين واشاد معالي بالجهود الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتشتيع المبادرات المجتمعية والبرامج التي تنهض بالمقاومات الاجتماعية الرصينة جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثالث للابتكار الاجتماعي وثمن معالي رئيس مجلس الشورى حرص الحكومة الموقرة على تطبيق أفضل الممارسات في الابتكار الاجتماعي وتوظيفها في المبادرات التنموية الرائدة ومنها صندوق العمل تمكين مثنيا على جهود المجتمع المدني في الابتكار الاجتماعي مشيرا إلى أن هناك نشاط لدى العديد من منظمات المجتمع المدني بمملكة البحرين في مجال الابتكار الاجتماعي من خلال إطلاق المشاريع والبرامج التي تستهدف النهوض بمبادئ وقيم التكافل والتشارك المجتمعي